درعوتي حنسيب حضركم مع موجز لأهم الأنباء بصحب زميلتنا لبياء حمدين صباح الخير يا بمي شكرا مصطفى أثمنا صباحا بتوقيت القاهرة السادسة بتوقيت جريناتش موجز والأخبار من التلفزيون المصرية أهلا بكم وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بالإسراع قدما في تنفيذ المشروعات قيد التعاون مع شركاء التنمية والقطاع الخاص التي تم التعاقد عليها خلال قمة شرم الشيخ كوب 27 جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس السيسي مع رئيس مجلس الوزراء ووزيرة التعاون الدولي لاستعراض نتائق قمة المناخ العالمية كوب 27 في حجد التنمولات الإنمائية للمشروعات الوطنية للتحول الأخضر في إطار منصة نوفي الوطنية التي لاقت إشادة كبيرة من الشركاء الدوليين وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي باستمرار وتعميق الدراسات المتخصصة ذات الصلة بالأوضاع الاقتصادية العالمية وانعكاستها على الاقتصاد المصري وعمليات التنمية جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس السيسي مع رئيس مجلس الوزراء ووزيرة التخطيط لمتابعة المؤشرات الاقتصادية في ضوء استمرار تدعيات الأوضاع العالمية وصرح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول متابعة المؤشرات الاقتصادية في ضوء استمرار تدعيات الأوضاع العالمية وتطورات دعم مصر للدول الافريقية لمواجهة تدعيات التغيرات المناخية وذلك بهدف تحسين جودة الحياة في القرى الأكثر فقرا على مستوى القارة عقد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي اجتماعا لاستعراض أهم المؤشرات الاقتصادية المبدئية للاقتصاد المصري خلال الربع الأول من العام المالي الجاري وذلك بحضور وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية الدكتورة هالة سعيد وخلال الاجتماع استعرضت الوزير البيانات الأولية للوزارة والتي تظهر استمرار الاقتصاد المصري في تحقيق معدل نمو مرتفع خلال الربع الأول من العام المالي 2022-2023 بواقع 4.4% رغم التحديات التي فرضتها ثلاثة أحداث عالمية وهي استمرار تدعيات فيروس كورونا والأزمة الروسية الأوكرانية فضلا عن التأثيرات غير المؤتية للتغيرات المناخية نشد الرئيس الأمريكي جو بايدن الكونغرس بالتدخل بشكل عاجل لمنع عمال قطاع الشحن بالسكك الحديدية من الدخول في إضراب وبعدما وصلت المفاوضات على اتفاق جديد بين أرباب العمل والنقابات إلى طريق مسدود قال بايدن إنه قد يلقى إلى قانون صدر عام 1926 يمنح سلطة التشريعية صلاحية منع إضراب عمال السكك الحديدية مشيرا إلى أن هذا الإضراب سيدر بملايين الأشخاص ويدمر اقتصاد الولايات المتحدة أعلنت الولايات المتحدة أنها ستواصل تزويد تايوان بالأسلحة وأكد المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي أن واشنطن تتحمل مسؤوليتها بجدية بالغة للمساعدة في تزويد تايوان بالأسلحة التي تحتاجها للدفاع عن النفس قال رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك إن المملكة المتحدة ستتخذ موقفا نفعيا في العلاقات الدولية من أجل التصدي للتحديات من قبل روسيا والصين وأوضح سوناك أن روسيا تتحدى المبادئ الأساسية لمثاق الأمم المتحدة لافتا إلى أن الصين تصارع بشكل هادف من أجل الهيمنة العالمية واعتبر سوناك أنه في ظل هذه التحديات فإن لندن لا يمكنها الاعتماد على حجج ومواقف عهد الحرب الباردة وأن الحكومة البريطانية ستقدم عام 2023 استعراضا محدثا لمسائل الأمن والدفاع والسياسة الخارجية للمملكة المتحدة قادت ثنائية فرنانز البرتغال لبلوغ دور الستة عشر لكأس العالم وذلك بعد فوزها بهدفين دون رد على أوروغوي لتنضم إلى فرنسا والبرازيل بهذه النتيجة تواجه أوروغوي مهمة صعبة في مباراتها الأخيرة ضد الضغنة التي حافظت على أمالها في التأهل بفوزها بثلاثة أهدف لهدفين على كوريا الجنوبية في المبارات الأخرى بالمجموعة الثامنة مشاهدينا انتهى موجز الثامنة وعود الاستكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر بعد الفاصل